السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الأعدادي إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج هنأخذ مع بعض نهار التدريبات من ملحق كتاب جمحل مع بعض صفحة 31 و33 أول سؤال معي خاص بالمحادثة والحوار كمبلت أكمل الحوار التالي بيتناقشوا هنا بمعنى يناقش إزاي إن هم يزرعوا بلانت يعني يزرع تري يعني الشجرة يزرع شجرة هنا ماهر بيقول أنا عايزك تساعدني يا فتحي فتحي هنا هيسأله سؤال ماهر هيقوله إيه المفروض إن أنا أعمله عشان أزرع شجرة تمام طبعا هنا طالما بيقوله أنا عايزك تساعدني هيقوله أساعدك إزاي كيف أستطيع أن أساعدك هاو كان آي هيلبيو هاو كان آي هيلب يو إزاي إن أنا أقدر أساعدك قال له أعرفني إزاي إن أنا أو إيه المفروض أعمله عشان أزرع شجرة قال له فارست أولا تمام طبعا هنا آآ بيقوله حاجة فهنا ماهر قال له لازم ليه لازم يكون الجو الصني يعني مشمس تمام ليه لازم تكون مشمسة أو المكان اللي هو فيه الزرع ده يكون مشمس يبقى هنا هيقوله في الأول خالص خليك تلاقي أو أجد أوجد مكان إيه يكون مشمس آآ في الحديقة مسلا هيقوله فاين يعني أوجد أصاني بليس آآ صاني بليس أوجد مكان يكون مشمس يعني في الحديقة قال له ليه لازم يكون مشمس تمام طبعا الشمس بتساعد النبات النهوان طبعا ما قال له هاي هقوله أنا هنا لأن ذصن الشمس بتعمل ايه بتساعد النباتات بتساعد النباتات إن هي تنمو بشكل جيد هنا ماهر سألوا سؤال فاتحة قال له ثم يعني أعمل كده حفرة صغيرة في الطربة طبعا هيقوله ايه أعمل ايه بعد كده تمام يبقى المفروض اعمله بعدين او لاحقا المفروض ان انا اعمله بعد كده قال له تعمل كده حفرة صغيرة في الطربة ماهر قال له بعد ما اعمل حفرة في الطربة المفروض ان انا هعمل ايه طبعا بقى طبعا دي في النهاية يبقى هنضع 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 البزرة في الحفرة ونغطيها بالطربة يبقى يعني ضع 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 بقى اغطيها بقى اغطيها بالطربة يلا نشوف بعد كده الجزء الخاصي بدء اختيارات شو اخطر ذاكروك تنصر الايجابة الصحيحة والسؤال رقم واحد رقم واحد هنا بيقول لي ايه this watch is a present watch هدية يعني ساعد يد is a present يعني دي بتكون هدية من عمي push هنا بمعنى ايه بمعنى يدفع تمام ولا pay pay هنا بمعنى برضو يدفع بس يدفع مالا او نقودا ولا love يضحك ولا pay يشتري تمام يبقى انا هنا i didn't pay for it يعني انا ما دفعتش نقود pay هنا يعني يدفع نقود تمام انا ما دفعتش نقود for it يعني عشان هدية هي هدية بعد كده بيقول لي ايه رقم اثنين young child الاطفال الصغيرين should go into لايجي من هما يذهبوا اين آآ that swimming بقول لحمام السباحة with a or an مع مين بقى معا اول حاجة عندي هنا في الاختيارات آآ infant اللي هو الرضيع ولا بيبي برضو هنا الطفل الرضيع او اللي هو الصغير في السن ولا عندي هنا اي adult اللي هو الشخص البالغ الكبير العائل ولا child اللي هو برضو طفل في سن ست سنوات مثلا يبقى طبعا لازم هما يروحوا مع شخص ايه بالغ adult رقم تلاتة students لازم يتابعوا يتابع ايه للمدرسة بتاعتهم يتابعوا هنا رولز اللي هي الادوار ولا رولز اللي هو الايه هنا القواعد يعني القواعد بتاعت المدرسة ولا اللي هي الايه السقوب او الفتحات ولا الكهوف طبعا لازم ان هما يتابعوا رولز او القواعد المدرسية بتاعتهم رقم اربعة بقول هذه البولة او السلطاني اس فلد نقط صوب ممتلئة 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 بي الشربة لذلك بتكون ايه حرة او ساخنة او ساخنة تمام؟ يبقى فلد فور ولا ات ولا واذ ولا باي ممتلئة بي يبقى فلد واذ صوب ممتلئة بي الشربة او الحسان رقم حمسة بيقول لي هنا اتوا نقط ان انت تحطي حاجة على حاجة اخرى عشان تحميها او تخبيها او تخبيها يعني يخبي يعني يحمي تحط حاجة على حاجة تانية عشان تحميها او تخبيها هنا معناها ايه بلد يعني يبني ولا كافر يعني يغطي ولا سايكل يعني بيركب دراجة ولا ريسايكل يعني يعيد عندي هنا ريسايكل ريسايكل يعني يعيد تدوير ان انا احط حاجة على حاجة عشان اخبيها او احميها اسمها ايه كافر يغطي بعد كده بيقول لي ايه عندما الشجرة بتنمو بتكبر اه توبج يعني تبقى كبيرة جدا فور ذا بوت تمام نقط ات اوت اوف ذا صايل اان بلان ات ان ذا جراوند عايز هنا يقول لي بقى ايه تمام يقول لي هنا يعني لما الشجرة بتكبر عن الاناء اللي هي اه موضوع فيه بوت اللي هو الحلة او الايه او الاناء لازم كده هنخرجها ونزرعها ايه ان ذا جراوند يعني في الارض او الايه في ان ذا جراوند يعني في الارض يبقى تاك ات اوت يعني نخرجها ولا توك يعني يتحدث ولا جيف يعطي ولا بوت يعني يضع يبقى احنا نعمل فيها ايه ان احنا بناخدها كده ونخرجها وبعدين بنزرعها في الارض يبقى تاك ات اوت رقم سبع وين يو نقط عندما تكون ايه او انت ايه لما بتكون انت بقى فين لا يجب ان تلمس او تعطي الطعام لاي سمك وك يعني يمشي في اليملأ هنا بمعنى ايه خائف تمام اللي هو الايه خائف ولا ضيف يعني يغطس تمام لما بيقولك هنا لما انت ايه لما تكون بتغطس ما ينفعش ان انت تدي اي طعام للسمك او تلمس اي سمك وانت ايه ضيف بتغطس رقم ثمانية بيقولي هنا تسبح هنا ده خطير طالما خطير يبقى يجب ولا لا يجب طبعا مصد ولا مصن لا يجب ان تسبح هنا ده هنا المكان ده خطير بعد كده بيقولي هنا عندما السلح فا بتكون اندينجر في خطر خطر ات نوعات انتو اتس شل اللي هي الصدفة بتستخبى كده ورا الصدفة بتاعتها يبقى وانت انتو ولا وود جو ولا جو ولا جو طبعا بتستخبى ورا الصدفة بتاعتها يبقى ايه يبقى هنا عندما يبقى عندي هنا ات الفعل بتاعي جو بينتهي بال او بضيف له الاي والاس طالما هنا مفرد بضيف الاي والاس يبقى جوز بتدخل كده في الصدفة بتاعتها رقم عشرة ونقط اللي هي المكتبة احنا يجب ان احنا نتحدث في المكتبة ولا لا يجب طبعا لا يجب ان نتحدث في المكتبة علشان الصوت وعشان الضوضاء يبقى هنختار هنا ايه كان ولا شود ولا مصنت ولا مص طبعا يجب ان لا نتحدث في المكتبة هيبقى مصنت بعد كده الصفحة الثلاثة والثلاثين بيقول الحوار التالي وليد ان محمد وليد ومحمد يتحدث عن عن نظافة الايه الشواطئ هنا وليد بيقول ايه البيئة بتاعتنا في خطر لازم ان احنا نساعدها محمد قال له حاجة سؤال هنا وليد قال له لازم نبدأ بشواطئنا الجميلة وننظفها طبعا هنا طبعا ما قاله نعمل حاجة ايه طبعا هيسألوا يقولوا ايه ازاي هنعمل كده هاو كان وي دو ذات ازاي نقدر نعمل كده قال له ان احنا نبدأ بشواطئنا الجميلة وننظفها وهنا تاني محمد سألوا سؤال وليد قاله بيكو عشان فيكو امامة بلستاكية كتيرة على الشواطئ طبعا هيقول له ليه لازم نحنا ننظف الشواطئ يبقى لماذا يجب بعدها الفاعل وبعدها المصدر يبقى ايه الباقي اللي هي الشواطئ اللي هي الشواطئ ليه ان احنا لازم ننظف الشواطئ قال له لان بيكون فاق مامة ايه كمامة مسنوعة او بلاستيكية محمد بيقول له ايه ماذا نحتاج عشان نعمل كده هنعمل كده ازاي فأقال له حاجة دا هيحمي ادينا يبقى احنا هنلبس في ادينا ايه மise محتاجين للأيه القفازات او القفازات او القفازات محتاجين للأيه القفازات او القفازات محمد قال له ايه ازاي هنخبر الناس عن كده او إن احنا هن summon. ممكن يقول له ممكن نعمل ايه ملصقات كدا اه في المدرسة او حوالي المدرسة وحوالي المدينة بتاعتنا يبقى احنا نقدر نضع اللي هي الملصقات نحط كده اه ملصقات حول حول المدرسة بتاعتنا تعون وكمان المدينة الصغيرة كده بتاعتنا هنا محمد قال له ايه ديت فكرة كويسة فكرة عظيمة يبقى that's a great idea that's a great idea دي فكرة عظيمة يلا نشوف الجزء بعد كده الخاص بيه اه تصحيح الكلمات اللي تحتها خط واول سؤال معي يجب ان انت تزاكر بعد يجد الفعل في المصدر هيبقى استضي رقم اتنين لو ناس كانت اكتر من اللازم فات يعني سمين هيبقى تخان تمام يبقى الناس هنا جمع انا عايزة هنا في المدارع المدارع مع الجمع آآ بجيب بعد مع الجمع الفعل في المصدر يبقى رقم تلاتة يجب ان لا تكون حريص وانت بتعبر الشارع يبقى مصد ولا مصد طبعا مصد لازم تقع حد بالك كده وانت بتعدل ايه الطريق رقم اربعة بيقول لنا لازم تخسل ايدك قبل تناول الطعم بعد مصد لا بد ان يقى الفعل في المصدر بنشيل هيبقى ايه واش رقم حمسة يومص لازم انت يدخن لازم تدخن هنا ده غير مسموح ده غير مسموح يبقى يجب ان انت تدخن ولا لا يجب لا يجب يبقى لا يجب بعد كده بيقول لي هنا ايه رقم ستة لما البيبيهات او الاطفال الرضائعة بتكون يعني جائعة زي كراي كراي يعني يبكي بيبكوا تمام بيبز اللي هي البيبيهات تمام بتكون جائعة طبعا هنا الجمع بتاعي هياخد ايه الجمع بتاعي اللي هما بيبز اللي هي البيبيهات هتاخد ايه هتاخد ايه هتاخد يعني بتكون جائعة رقم سبع يومصد لازم ان انت تمشي على الزجاج تمشي? على زوجك ولا مصنت? لا يجب. يبقى مصنت. بعد كده. رقم آآ تمانية. لازم احنا ننظف الشاطئ آآ الشاطئ بتاعنا. بعدها المصدر بشيه النجاة يبقى كلين. رقم تسعة لا يجب الا تمشي كثيرا في الشمس. بعد برضو المصدر بشيه دي هيبقى يعني يا مشي. رقم عشرة ضايف هل لو تحب تغطس هنا. اولا لازم تدفع حوالي تدفع حوالي ميت جنيه. لازم مع المطارعة البسط يجي للفعل في المصدر. الفعل في المصدر هيبقى ايه? الفعل في المصدر هيبقى. ترجمة نانسي قنقر